اهلا بكم عزيزي طلبة وطالبات الصف الثالث السنوي احنا النهاردة هنكمل الجزء الباقي من الفصل التاني للفلسفة واتكلمنا الحلقة اللي فاتت هتأخركم كده سريعا عن اللي احنا قلناه احنا اتكلمنا عن البيوتيقة وفلسفة البيوتيقية واتكلمنا عن الاخلاق الطبية والفلسفة الاخلاقية واتكلمنا عن الفلسفة البيولوجية والبيوتوبية وقلنا ان البيوتيقة هي وليدة مبحث القيم وقلنا ان مبحث القيم كان مبحث اساسي من مباحث الفلسفة وقلنا ان الفلسفة كان لها 3 مباحث رؤوسية هو مبحث الوجود ومبحث المعرفة ومبحث القيم واتكلمنا عن دور الفلاسفة في نشأة البيوتيقة وتطورها وقلنا ان كان فيه فيلسوفين منهم دانيال كالهان والتاني كان هانز يوناس وكانوا بتكلموا عن البيوتيقة ودور ونشأة البيوتيقة وتطورها وقلنا ان دانيال كالهان كان بيقول هو أسس مجلة ناطقة باسم البيوتيقة ونشر التوعية بالفكر البيوتيقي وكان أول من ألف موسوعة بيوتيقية وهانز يوناس كان هو ألماني وسام في الفكر العالمي للبيوتيقة وكان بيشمل أو الفكر بتاع البيوتيقة عنده كان شامل ويطور من مفهوم المسئولية وأكد على ونبه على خطورة الأبحاث العلمية وخطورة التقدم التكنولوجي والبيولوجي والعلمي في الأبحاث إلى جانب طبعاً إنها كانت بتأثر على حياة الإنسان وتدميرها النهاردة هنتكلم عن الطابع الأساسي للفكر البيوتيقي الطابع الفلسفي والأساسي للفكر البيوتيقي زي كل واحد مننا ليه طابع؟ طب الطابع الفلسفي للفكر البيوتيقي إيه اللي ضافت الفلسفة عليه للفكر البيوتيقي ضافت له إيه؟ أول حاجة إنه بتجلل حضور القوي للفلسفة في فكر البيوتيقي في تشكيلة اللجان الأخلاقية التي صاحبت نشأته وتطوره فقد كان الفلسفة من أبرز أعضاء هذه اللجان يبقى أي تطور لازم يدخله زي ما قلت الحلقة اللي فاتت رجال فلسفة وعلماء النفس يحاول أقطاب الفكر البيوتيقي أن يؤكدوا على الطابع العلمي والعملي والواقعي للفكر البيوتيقي إحنا عارفين الفلسفة البيوتيقية أو البيوتيقة هي علم تطبيقي يبقى أي حاجة بتشرف عليها هي تطبيقية وصلة الواضحة بالفلسفة البرجوماتية الفلسفة البرجوماتية دي هي أبرز الطيارات الفلسفية الأمريكية تعني إيه؟ أن نجاح العمل هو المعيار الوحيد للحقيقة حيث أنها تشدد على أولوية العمل على المعتقدات والخبرة على المبادئ السابتة وتؤكد على أن الأفكار تأخذ معانيها وحقائقها من نتائجها والتحقق منها يبقى لو أنا أتكلمت عن طابع فلسفي لفكر البيوتيقي الطابع الفلسفي بيقول أنا هبتدي أحط اللمسة بتاعتي الاتطش بتاعي على البيوتيقة أن كل ما يحدث من تقدم لابد من وجود رجال علم ورجال إيه؟ ورجال فلسفة ورجال علماء للنفس ليه؟ عشان يبتدوا أن هم يغضوا الطابع بتاعها ويبتدي كلها رونقها الخاص يبقى إذن الطابع الفلسفي لفكر البيوتيقي أي حاجة بتقوم من تكنولوجيا لابد من وجود إيه؟ من وجود فلسفة أو بيوتيقة مراقبة لها بيحاول الأكتب يعني أكتب الفكر البيوتيقي اللي هم أصحابه بيحاولوا إيه؟ إن هم يأكدوا على الطابع العلمي والعملي يبقى لابد من وجود علم وعمل الاتنين مع بعض عشان تقوم فلسفة متكملة والواقع الفكري لفكر البيوتيقي يبقى لابد من وجود واقع أساسي للفكر البيوتيقي صلة الواضحة بين إيه؟ بالفلسفة البرجوماتية والفلسفة البرجوماتية دي لابد إن هي تكون مرتبطة بالعمل والنجاح في العمل هو الحاجة الوحيدة الحقيقية اللي موجودة في الفلسفة أو في الفكر البيوتيقي أو في البيوتيقي نفسها يبقى إذن الطابع الفلسفي للفكر البيوتيقي بيتكون من إيه من عدة حاجات أول حاجة احنا قلناها اللي هو الفكر البيوتيقي لابد أن يرتبط به الفكر العملي وإن أقطاب الفكر البيوتيقي بيأكدوا على وجود إيه وجود الطابع العلمي والعملي طيب ثلاثة من الطابع الفكر البيوتيقي دور في تجديد وإسراء مضامين بعض مفاهيم إيه المفاهيم الأخلاقية والسياسية والمصطلحات القديمة زي مفهوم الحق مفهوم الواجب مفهوم الخير هذا من صميم إيه الفلسفة وقيمها زي إيه المثال بيقول من أساسيات الفكر البيوتيقي تحقيق منفعة وفعل ما فيه الخير اللي صالح المرضى وقيمة الخير أحد القيم الأساسية المشتقة من فلسفة القيم هنشرح الجزئية دي بتقول إيه لما أجي أقول فكر بيوتيقي ليه دور كبير جدا في إسراء مضامين يعني إيه مضامين مصطلحات وتعريفات اللي هو مفهوم الحق والخير والجميع تمام؟ والواجب طيب أنا عايز أقول لك على حاجة هو أنا لما قلت لك أن الفلسفة ليها ثلاث مباحث رئيسية مش قلت ساعتها أن المبحث الأساسي في البيوتيقي هو مبحث القيم اللي هو الأكسيولوجي طيب لما أنا قلت أني مبحث القيم بيهتم بإيه؟ أهم دراسة مبحث القيم الخير والجمال والواجب والحق حاجات بتتكلم عن الفضائل حاجات بتتكلم عن إيه؟ عن الفضيلة يبقى إذن أنا لما أتكلم عن فكر بيوتيقي طابع بيوتيقي طابع فلسفة للبيوتيقي يبقى الفلسفة قدت إيه؟ للبيوتيقة طابع الفلسفة بتاعها إيه؟ إن هي تكلمت عن الخير تكلمت عن الواجب تكلمت عن الحق يبقى إذن كل دي من صميم إيه؟ من صميم الفلسفة وكيمتها من صميم الفلسفة وكيمتها والقيم بتاعت الفلسفة اللي بتهتم بيها يبقى إذن الفكر البيوتيقي في دور في تجديد إسراء وإسراء مضامين بعض المفهم أه طبعا بيجددها بتتجدد معيه بيبتدي ان هو يقول لا انا ممكن اطور من المفاهيم دي انا ممكن اقول ان المفاهيم دي لازم تكون واحد اتنين تلاتة انا هطفي عليها بعض الايه بعض المعلومات والحاجات اللي بتخليها تتقدم تمام كده طيب يبقى قيمة الخير قيمة الاخير قيمة اساسية في حياة الانسان لابد ان هو يكون مطقن لها لابد ان هو يكون مطقن لها فكرة اساسية مشتقة من فلسفة القيم او من مبحث القيم ومين اللي ادى مبحث القيم اهمية الفلسفة ومين اللي ادى الطابع الفلسفي على الخير والحق والعدل والفضيلة اللي هو مين اللي هي البيوتيقة تمام طيب رابع حاجة بيقول بتصير القضايا مين دي اللي بتصير ده الطابع الفلسفي اللي بيضغى على البيوتيقة هي بيسير القضايا الجدل الفلسفي والقانون الديني ومناقشتها يبقى أي قضية أو أي تقدم تكنولوجي بيسير الجدل ولابد من المناقشته دينياً هو كمان هيدخل معايا مين اللي هينقشه البيوتيقة يبقى مين اللي هينقشه البيوتيقة ليه؟ لأن الفلسفة أطفت عليه أو ضافت عليه الطبع بتاعها اللمسة بتاعتها خلاص خامس حاجة أو رابح حاجة أظهرت التكنولوجيا الحيوية على عديد من القضايا اللي بتصير الجدل الفلسفي زي إيه؟ زي أطفال أنابيب على فكرة أطفال أنابيب دي حاجة مشروعة مش محرمة شرعاً ولا حاجة الأرحام المستقجرة الموت الرحيم يعني إيه أرحام مستقجرة؟ يعني فيه مشكلة في رحم الأم أنه هو ما يشيلش بعض الجنيئة بعض الأطفال فبيبتدوا يأجروا أم تامية أو أم بديل أو طرف ثالث في الموضوع فبيبتدوا أن هم يأجدوها ويحطوا فيها البويضة مع الحيوان المنوي داخل رحم الأم المستقجرة إلى حين أنه هو يكتمل الطفل ويبتدي أن الأم دي تولده ويبتدي أنه هو يأجدوه منها البيوتيقة وبيولوجية وبيوت طبية ولكن بتصير إشكاليات فلسفية ودينية لابد من مناقشتها أولاً الاستنساخ بيبقى عبارة عن إيه؟ أنا عاوز أستنسخ بعض الصفات وراثية اللي هي الطاغية أو مثلاً أن الصفات دي تكون الأم بس فبيبتدي يجيب البيضة أو بيجيب البيضة وبيفرقها أو بيجيب الحيوان المنوي بيفرقه من بعض من الجينات الوراثية أو من الجنوم البشري دوت وبيبتدي أنه هو يعمل إيه؟ يقول أنا عايز الصفات دي بس اللي موجودة عايز الشكل والصفات وكله مثلاً الأم يبقى بيفرق البيضة عايز الأب يبقى هكذا بيعمل إيه؟ استنساخ الاستنساخ ده طبعاً حرام شرعاً وأيضاً لبعض المشاكل التي تحدث بعض عدم موجود هوية للطفل عدم معرفة الطفل والده يبقى إذن الاستنساخ البشر من أهم المشكلات اللي بتقابل مين؟ بتقابل تكنولوجيا الوراثة وبتقابل الإيه؟ وبتقابل البيوتيقة فبتصير بإشكاليات فلسفية ودينية لابد من إيه؟ من مناقشتها خمسة بتساهم البيوتيقة في ترسيق قيم زي إيه؟ ترسيق يعني غرس قيم إيه؟ ديمقراطية، حوار، تسامح كل القضايا دي بتقوم بإيه؟ ذاته بعد فلسفي وديني وقانوني بعد فلسفي وديني وإيه؟ وقانوني زي إيه؟ زي ما أقول من أساسيات الفكر البيوتيقة احترام الاستقلالية للمرضى وتحقيق قرامة المرضى وهذا ما يهتم بمناقشته رجال الفلسفة لتطبيقه في كل مجالات يعني إيه الكلام ده؟ تعال بص معي يعني أنا ما أقولي أن الفلسفة أو البيوتيقة بترسخ يعني بتخلي أو بتغرس بعض القيم الجميلة زي إيه؟ زي الديمقراطية حرية زي الحوار أن يكون في حوار ما بين الطبيب وما بين المريض زي التسامح لابد من وجود تسامح بين الإنسان وأخيه الإنسان إزاي؟ التسامح بيقوم على إيه؟ التسامح بيقوم على كبور رأيك الآخر أو كبور رأي الآخر دون إيه؟ مش دون مناقشة بقى؟ لا ده بتسامح حتى لو كان هو مخالف لرأيك اقبله ولكن مش تقبله أنك تقوم بتطبيقه لا أنت هتقبله عشان بس ما ينفعش أن احنا نتخانق ما بيننا وما بين بعدنا الاختلاف في الرأي لا يفسد للود القضايا ما ينفعش أن يكون هو مختلف معي وأنا أهجمه لا أنا هتسامح معي وأنه بتدي لو هو رأيه أصوب من الرأي بتاعي أو أحسن منه أبتدي أن أنا أخذ برأيه طب ولو هو مش عاجبني الرأي بتاعه أو مش مفيد خلاص أبتدي أخليه كل واحد يحتفظ بإيه؟ برأيه يبا هي البيوتيقة بتساهم في تغريس ورسخ إيه؟ القيم الفلسفية زي الديمقراطية، زي الحوار زي إيه؟ زي التسامح القضايا دي كلها إيه؟ لها بعد فلسفي وديني وأخلاقي زي ما أقولك أن القيمة نفسها للشيء مش الظاهر منها ولكن القيمة نفسها للشيء في اللي بي ممكن يستفيد منه الغير في المستقبل يبقى إذن تطبيق رجال رجال الفلسفة وتطبيقهم في كل مجالات هذه الفلسفة للبيوتيقة دي بتؤدي أو بتؤكد على أن البيوتيقة مهمة جدا في الفلسفة وأن الفلسفة مهمة للبيوتيقة بقى هما الاتنين في علاقة متدخلة هو الفلسفة مهمة للبيوتيقة والبيوتيقة مهمة للفلسفة لأنه هما الاتنين من بعض طيب هنيجي بعد كده نتكلم عن مجالات الأخلاق البيوتوبية مجالات الأخلاق البيوتوبية سنة ثالثة بتنقسم عندي لثلاث أقسين أخلاق العيادة وأخلاقيات البحث العلمي وأخلاقيات السياسة الصحية أخلاقيات أول حاجة هتكلم عنها هي أخلاقيات العيادة أو أخلاقيات كل مهنة عشان تبقى عندك خلفية أن كل مهنة لازم يكون لها أخلاقيات مهنة التدريس لها أخلاقيات مهنة الطبيب لها أخلاقيات مهنة النقار أي حد أي حد أي أن كانت مهنته لها بعض الأخلاقيات أخلاقيات يعني قواعد يعني لابد أن الإنسان يكون ملتزم بيها ومتحلي بيها من صفات من أخلاقيات كويس من ان احنا نقول اه احنا روحنا عند الطبيب الفلاني وقابل المريض بابتسامة قابل المريض بانه هو ابتدى يفهمه مرضه وصورته عاملة ازاي في المرض وانه هو يعالجه ازاي وانه هو يتكلم معاه ويتجيله بعض الروحة النفسية يبقى اذا اخلاقيات او مجالات الاخلاق البيوت طبية هو هنا هيتكلم عن ايه عن اخلاقيات عيادة بحث علمي والسياسة صحية يبقى بيختص بالايه بالطب اخلاق العيادة توضع من جانب مين توضع من جانب المؤسسات ولجان الاخلاقيات يبقى هي بتوضع من ايه من جانب مؤسسة او ايه او لجان الاخلاقيات بتسهل ايه اتخاذ القرار للمريض بيبتدي يفهم من طبيب وهو عاوز ايه ويبتدي ان هو ايه يختار وبتسهل اتخاذ القرار للمريض بعد كده تقدير واحترام المريض يبقى أنا دايما قلت لك أني طالما فيه تقدير واحترام للمريض من جانب الطبيب يبقى هو هيأسك فيه وهيجيله وتردد عليه يبقى تسهيل القرار للمريض وتقدير واحترام للمريض بيديني إيه؟ بيديني أخلاق للعيادة أخلاق إيه؟ العيادة زي المثال عندي بيقول هل يمكن الإفساح للمريض عن حالته الخطيرة وذلك يؤثر على حالته النفسية أم نبلغ أهله آه إحنا هنقول هنا هو ممكن أن أنا أقول للمريض عن حالته ولا أن أنا أبلغ المسؤول عنه أهله وليه أمره أي حد من دول ها مين متفق معايا في الرأي ده؟ أنا عن نفسي متفقى أني لازم المريض يعرف حالة نفسه ليه؟ لأن المريض لو عرف حالة نفسه هيبتجي هو نفسه يمشي مع العلاج بانتظام يعرف علاجه ماشي إزاي ما يأثرش فيه لكن لو أنا خبت عنه حقيقة مرضه هيحصل إيه؟ هيتهاون ويتكسل في أخذ الدواء ويبتدي أنه هو ما يهتمش لكن لو عرف هيهتم لو عرف هيمشي على العلاج مظبوط يبقى إذن يمكن الإفساح للمريض عن حالته الخطيرة وذلك هيأثر على حالته النفسية حتى لو أثر على حالته النفسية هيعمل إيه؟ هيبتدي يتعالج هيبتدي ياخد على الوضع يبقى إذن أخلاق عيادة لازم تكون صريح بينك وبين طبيب وبين المريضة يبقى الطبيب لازم يكون صريح الطبيب لازم يكون مقدر ومحترم وعامل قرامة للمريض بتاعه عشان المريض يبتدي يروح وييجي عليه ويبتدي يتجوب مع العلاج طيب تاني حاجة في مجالات الأخلاق البيوطبية عندي تاني حاجة إيه؟ تاني حاجة لو أنا قلت إن أحدد بعض الأخلاقيات الطبية أو بعض مجالات الأخلاق التطبيقية عندي مين؟ عندي ديفيد روس ديفيد روس قال حاجة مهمة جدا قال لا أنا عن نفسي برأ إن كل ما يواجه الأطباء والفرق الطبية من قرارات وشكوك واختلافات دي أخلاق بيوطبية سواء حالة المريض في المنزل يبقى لو المريض أنت روحت كشفت عليه في المنزل يبقى لازم إن أنت حضرتك تكون برضو صريح معاه يبقى ديفيد روس بيقول أنا لازم يكون في بعض الأساسيات والمشاكل اللي بتقابل مين؟ الطبيب والفرق الطبية المعاونة له أو على سرير المرض أو في غرفة العمليات لازم تكون صريح معاه سواء هو على سرير المرض في المستشفى أو في العيادة أو في غرفة العمليات من هنا أخلاق العيادة ثلاث أطراف يبقى الأخلاق العيادة ثلاث أطراف إيه هي؟ أول طرف اللي هو المريض وبعدين الطبيب وبعدين المجتمع التلاتة دول لازم يكونوا مع بعض يبقى أخلاقيات العيادة إن أول مقول إن المريض على سرير المرض أو في غرفة العمليات أو إن هو في منزله سواء في الحالة دي في منزله ده كله بيقابل مشكلات كبيرة جدا من المريض والفرق الإيه؟ الفرق الطبية المعاونة له طيب أخلاق العيادة ثلاث محاور أو ثلاث أطراف عشان تكتمل إيه هي؟ مريض وطبيب ومجتمع مريض وطبيب ومجتمع كل الأطراف دي بتتناقش مع بعضها المريض بيتناقش مع الطبيب والطبيب بيتناقش مع المريض وأيضا هم اللي اتنين بيصبوا في إيه؟ في المجتمع من حالة صحية من آلام من كيفية القضاء على هذه الأمراض وألامه يبقى إذن الأخلاق الطبية أو الأخلاقيات العيادة لابد أن تكون معتمدة على ثلاث أطراف رئيسية وهي إيه؟ وهي المريض والطبيب والمجتمع وهذه الأطراف بتتناقش وتختلف وتقرر حالة المريض يبقى هي بتتناقش وممكن تختلف وممكن يتفقوا وممكن يحددوا حالة المريض مع بعض وممكن يعرفوا الآلام بتاعته إيه؟ ويقضوا عليها تمام؟ يبقى إذن ديفيد روس كان بيحط بعض الأخلاقيات للفيلسوف عشان يواجه بعض المشاكل اللي بتقابله سواء كان طبيب وفرق طبية أو كان إنسان على سرير المرض النقطة اللي بعد كده أخلاقيات العيادة، أخلاقيات البحث العلمي يبقى أخلاقيات العيادة وعند ديفيد روس كانوا إيه؟ أخلاقيات البحث العلمي أخلاقيات البحث العلمي يعني إيه أخلاقيات البحث العلمي؟ هو أي حد ممكن يقوم ببحث علمي؟ لا قامس أمه لإيه؟ البحث العلمي لازم يكون ليه متخصصين فيه طب ومين اللي هيقوموا بالبحث العلمي عليه؟ مين هيبحثوا على إيه؟ طب لو هيبحثوا على الإنسان لبعض الشروط ولو هيبحثوا على الحيوان لبعض الشروط نبات لبعض الشروط يبقى فيه بعض الأخلاقيات أو الأساسيات الضرورية اللازم تتوفر فيه البحث العلمي زي إيه؟ زي الاتجاهات اللي بتاتخذها الإنسان وأجزاء جسمه وموضحها فين وأعضاءه إيه ولازم يكون لها بعض الأماكن اللي الطبيب عارف مكانها فين وبيعمل فيها إيه ولازم يكون للطبيب بعض الأخلاقيات في بحثه يعني يصارح مريضه يقول له مثلا أنا هاخد حالتك وابتدي أعمل إيه وابتدي أقوم عليها ببحث وأعرض البحث لأنشره أنا أشو أخلي بعض الطلبة اللي لسه في بداية حياتهم في الدراسة في الطب يتناقشوا في هذا البحث يبقى أخلاقيات البحث العلمي هي اللي بيقصد بيها في البيوتوبية الاتجاهات العلمية أتخذ أني اتجاه أني طريق في بحثك العلمي سواء كان بحث علمي على الحيوان أو على الإنسان أو على النبات طريقك إزاي؟ تمام؟ يبقى دي الأخلاقيات البحث العلمي طب روس بيرى إيه فيها؟ روس زي ما رأى في الأخلاقيات العيادة أني في بعض المشكل اللي بتقابل الطبيب والفرق المعاونة له يبقى أيضا فيه هنا بعض الوقوف على تلات نقاط رئيسية أو تلات قضايا رئيسية وأساسية عند ديفيد روس لمين؟ لأخلاقيات البحث العلمي أول حاجة أنت عايز تقوم ببحث علمي أه حقق السعادة في المجتمع يبقى لازم يكون فيه تحقيق للسعادة في المجتمع طالما فيه تحقيق للسعادة في المجتمع يبقى فيه إيه؟ يبقى أول ركيزة أو أول قضية وقف عندها مين؟ وقف عندها ديفيد روس فيه أخلاقيات البحث العلمي ثاني حاجة مراعاة مسئولية الطبيب اتجاه مرضى يعني ما جبش المريض واتحك عليه ما جبش المريض وأقول لأ طالما المريض جالي وواصق فيها أنا بقى ما بفتح له في العمليات كده ما افتح بطن واخد أي حاجة منها مش هيحس لا لازم يكون عنده أمانة يبقى مسئولية الطبيب اتجاه المريض لازم يكون فيه مسئولية إنه لو اتخذ قرار إنه هو يعمل عملية معينة للمريض لازم يكون متحمل مسئوليتها لازم يكون متحمل مسئوليتها لأن المريض خلاص هو سلم نفسه للطبيب وقال للطبيب خلاص أنا اعمل ما يعني ما بدالك فيه خلاص طالما سلم نفسه طالما أدى المسئولية للطبيب يبقى لازم يكون الطبيب إيه على أدى هذه الإيه المسئولية مراعاة مطالب المرضى الذين يرغبونها في الاستفادة من العلاج في بعض الناس بيقولوا لأ أنا عايز أستفيد من العلاج طب ممكن تقول لي إيه العلاج الجديد في السوق دي حقيقة ممكن تديني العلاج الكويس أنا عايز أعرف العلاج ده يوصلني لإيه أنا عايز أعرف لو استعملت العلاج الفلاني بحقه حق المريض إن هو يعمل إيه يقرف طرق علاجه يبتدي يستفيد من علاجه يبتدي يستفيد من المؤسسات اللي حواليه اللي بتصرف العلاج يبقى إذن أخلاقيات البحث العلمي لابد أن تضع فيه اعتبارك ثلاث قضايا أسسية اللي بيضحها مين؟ ديفيد روس يجب علينا الوقوف عليها إيه هي؟ تحقيق السعادة لأفراد المجتمع ومراعات مسئولية الطبيب تجاه مرضاه وأيضا مراعات مطالب المرضى اللي هم بيطلبوا إن هم ياخدوا علاج جديد يشوفوا إيه الجديد في السوق ويستعملوه تمام؟ مثال الأبحاث التي أجريت للتوصل لعلاج فيروس كوفيد 19 ليحقق سعادة البشرية هو لما ابتدوا يتوصلوا لبعض الأمصال وبعض العلاجات لفيروس كوفيد 19 ابتدى يعمل إيه؟ حقق السعادة بعدما الناس كانت خايفة بتقعد في البيت وبيقعد بالشهور مفيش روايج مفيش حركة إنتاج مفيش شغل بيبتدي يقعد ألا أستخدم لك بعض الأمصال وبعض الأدوية اللي بتقاوم هذا المرض وعشان إيه؟ عشان حقق لك سعادة عشان حقق السعادة لإيه؟ البشرية يبقى جات منين؟ من بحث العلمي ابتدوا يبحثوا ابتدوا يدوروا ابتدوا يعرفوا ابتدوا يشوفوا الجديد إيه ابتدوا يشوفوا هل المصل ده ابتدى يمشي مع الجسم الإنسان ولا لأ ابتدت الأبحاث يبقى من الأبحاث العلمية نقدر نتواصل لإيه؟ لأمصال لأدوية جديدة لعلاج الأمراض بطريقة صحيحة وسليمة عن طريق إيه؟ عن طريق البحث الآن عن طريق إيه؟ البحث الآن يبقى عشان أقول أخلاقيات أو مجالات الأخلاق البيوت طبية لازم يكون عندي أخلاق عيادة وأخلاق العيادة لابد من توفر بعض الشروط ولابد من توفر بعض الأطراف ثلاث أطراف مهمين المريض والطبيب والمجتمع أما في أخلاقيات البحث العلمي لازم يكون عندي أمانة علمية في البحث العلمي لازم يكون عندي أمانة لجسم الإنسان اللي خلاص بقى قدامي في غرفة العمليات لازم ديفيد روس قال فيه ثلاث قضايا أساسية هتحقق سعادة هتحقق مسئولية هتحقق مسئولية أو مطالبة المرضى بأنهم يستفيدوا بالإيه؟ ثالثا أخلاقيات السياسة الصحية أخلاقيات السياسة الصحية عندي هي قوانين والقوانين دي بتبقى عبارة عن خطط والخطط دي بتضحها السلطات الطبية المختصة وبنوجهها المين؟ لمجموعة المواطنين في أي دولة دون تميز دون إيه؟ تميز لها ثلاث مستويات أول حاجة الصحة العمومية والصحة العمومية دي بتوفر الشروط اللازمة والمناسبة لصحة الإنسان وهي جانبين يبقى الصحة العمومية جانبين وقاية وحماية وتحسين الحالة الصحية وقاية وحماية وتحسين الحالة الصحية زي إيه؟ توفير التطعيم والتحاليل للوقاية من الأمراض مثل مبادرة الرئيس لفيروس إيه؟ لفيروس سي خلاص بعد كده تاني حاجة في أخلاقيات السياسة الصحية اللي بتنقسم ليه تلات مستويات تاني حاجة منظومة العلاج منظومة العلاج يعني المبادئ العامة الموجهة للسياسة الصحية من خلال إيه؟ تقديم الخدمة الصحية للمواطنين في مناطقهم تقديم الخدمة الصحية للمواطنين يعني مثلا الصعيد والأماكن النقية البعيدة عن الخدمات الصحية لابد من توفر خدمات صحية لهم أو أماكن يروحوا يتعالجوا فيها مثال أن أنا أقدم الخدمة الصحية لأهل الصعيد مناطقين إيه؟ لأنها أكتريتها بيكون فيها مبنى واحد بيكون يعني متكربس من المرضى مزدحم جدا من المرضى فبيعمل إيه؟ فيها طبيب واحد والطبيب ده عبارة عن إيه؟ أين بكل أدوار بكل التخصصات لأ إحنا عاوزين بنطالب هنا بيقول أنا فانظومة العلاج لازم يكون فيه عندي خدمة صحية مراعال إيه؟ للمواطنين في مناطقهم توزيع رقم جيم توزيع الموارد الصحية يعني إيه توزيع الموارد الصحية؟ أن أنا أوفر العلاج اللازم سواء كان مدي أو بشري سواء كان مدي أو بشري من طرف من طرف إيه؟ السلطات الصحية المختصة زي إيه؟ زي كده زي منم لو نالك بالنون الأحمر التأمين الصحي يبقى التأمين الصحي ده أي حد هيكون مريض وهو تابع لمصلحة حكومية أو غير حكومية لبطاقته الصحية يبتدي يتوجه للتأمين الصحي ويبتدي يكشف التأمين الصحي الأطباء اللي أناك يكشفه عليه ويصرفوله العلاج ويبقى متوفر العلاج ومتوفر الأطباء اللي بيكشفه عليه ومتوفر الأجهزة الأجهزة الإشاعة وكل ما يحتاجه من المريض كل ما يحتاجه من المريض يبقى لازم يكون في الصحة توزيع الموارد الصحية بتكون موزعة بالتساوي من موارد وإيه؟ موارد مادياً وإيه؟ المريض تكون مادان وإيه وبشريا من هنا أنا هقول أني لازم يكون ينبغي في إطار هذه المسئولية لازم يكون فيه تلات مستويات حق المواطنين في معرفة التنظيمات اللي بتتولى خدمتهم لازم يكون لهم حق فيها زي معرفة المريض بآخر مستجدات العلاجة عن طريق الإعلان عنها التحقق من مدى احترام حرية وحماية كرامة المرضى يبقى لازم يكون فيه حرية لكرامة المريض يبقى مراعاة كرامة المريض التحقق من مدى الالتزام الجميع بمبادئ العدالة والمساواة في الحصول على الخدمات يعني ما فرقش ما بين دوت ايه منصبه اجتماعي وده منصبه ايه لا كلهم سواسية زي عدم التمييز بين المرضى في العلاق فالكل ايه متساوي اربعة الالتزام بالمواصيك الأخلاقية والتيقن من التزام الجميع بالقيم الأخلاقية للأجهزة الصحية زي سواء كان قطاع حكومي او قطاع خاص ومعجبة من يتلاعب ويتاجر بهذه الايه بهذه القيم تعالى نشوف بسرعة كده سؤالين على الدرس اللي احنا خدناه عشان نبقى لمينا بعض الايه بعض النقاط فيه يقول عبدالعلي اليوبي الفلسفة هي اللقاح المثالي ضد الفيروس الفيروس التطرف الديني لهذا السبب كلما نشرنا الفلسفة اكثر بين الناس كلما نجحنا في محاصرة الفيروس يحاكي القول الصابق ايه؟ طبع فلسفة الفكر البيوتيكي؟ مجالات الأخلاق البيوتيكية؟ ولا المشكلات الناجمة عن الإنجاب؟ ولا المضامين الأخلاقية للتحري الوراثي؟ يبقى برافو طبعا طالما انا قلت فلسفة واللقاح وفيروس كورونا يبقى ده ايه؟ الطبع الفلسفة للفكر البيوتيكي الطبع الفلسفة للفكر البيوتيكي؟ السؤال رقم اتنين حملة 100 مليون صحة للقضاء على الأمراض وخاصة فيروس سي يعد من أخلاقيات البحث العلمي ولا السياسة الصحية ولا العيادة ولا المريض حملة وقضاء على الأمراض حملة 100 مليون وقضاء على الأمراض يبقى دي بتهتم بإيه؟ بإيه؟ بالسياسة الصحية بإيه؟ السياسة الصحية لأنها حملة بتقوم بنشر وتوعيد الآخر المستجدات للعلاج آخر سؤال تقوم وزارة الصحة بتطعيم الأطفال حديثي لولادة ويتم تطعيم خلال مراحل عمرية بشكل دوري بيجسد ما سبق إيه؟ الصحة العمومية أخلاق البحث العلمي أخلاق العيادة أخلاق الطبيب برافو عليك أنا سمع حد بيقولي الصحة العمومية من هنا يكون إحنا وصلنا لحلقة النهاردة إن إحنا خدنا الطابع الفلسفي للفكر البيوتيكي وخدنا مجالات الأخلاق البيوطبية وعرفنا إن هما ثلاث مجالات أخلاقيات العيادة والبحث العلمي والصحة السياسة الصحية وعرفنا إن كل واحدة منهم بتتكلم عن إيه وطبقنا عليهم بكذا سؤال كده ويه أنا بكده أن نص الباب التاني إن شاء الله من الفلسفة إن شاء الله أسيبكم في رعاية الله وحفظه أتمنى لكم دوام النجاح والتوفيق أشوفكم في الحلقة القادمة إن شاء الله اشتركوا في القناة